بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا كريم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا وقل النسياننا وافتح لنا نبأ بالخير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم قال الإمام السيطي رضي الله عنه ونفعنا الله به وبعلومه وبجميع المسلمين في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور وصلنا إلى قول الإمام في تفسير سورة العنكبوت قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون أخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قول الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم قال قول كفار قريش بمكة لمن آمن منهم قالوا لا نبعث نحن ولا أنتم فاتبعونا فإن كان عليكم شيء فعلينا وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الضحاك رضي الله عنه في قول الله تعالى وقال الذين كفروا هم القادة من الكفار للذين آمنوا لمن آمن من الأتباع اتبعوا سبيلنا أي ديننا وتركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه وما هم بحاملين قال بفاعلين وليحملن أثقالهم قال أوزارهم وأثقالا مع أثقالهم قال أوزار من أضلوا وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر عن ابن الحنفية رضي الله عنه قال كان أبو جهل وصناديد قريش يتلقون الناس إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون يقولون إنه يحرم الخمر ويحرم الزنا ويحرم ما كانت تصنع العرب فارجعوا فنحن نحمل أوزاركم فنزلت هذه الآية وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَا أَثْقَالِهِمْ وأخرج الفريابي وعبد ابن حمير عن مجاهد رضي الله عنه وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وأثْقَالًا مَا أَثْقَالِهِمْ قال هي مِثْلُ الَّتِي فِي النَّحْلِ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم وأخرج ابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وأثقالا مع أثقالهم قال حملهم ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم من العذاب شيئا وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه وعمل به فله مثل أجور الذين اتبعوه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وأيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع عليها فأتبع عليها وعمل بها فعليه مثل أفزار الذين اتبعوه ولا ينقص ذلك من أفزارهم شيئا قال عون وكان الحسن وكان الحسن رضي الله عنه مما يقرأ عليها وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم إلى آخر الآية وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظلم فإن الله يقول يوم القيامة وعزتي لا يجيزني اليوم ظلم ثم ينادي مناد فيقول أين فلان ابن فلان فيأتي فيتبعه من الحسنات أمثال الجبال فيشخص الناس إليها أبصارهم ثم يقوم بين يدي الرحمن ثم يأمر المنادي ينادي من كانت له تباعة أو ظلامة عند فلان ابن فلان فهلما فيقومون حتى يجتمعوا قيامة بين يدي الرحمن فيقول الرحمن أقضوا عن عبدي فيقولون كيف نقضي عنه فيقول خذوا من حسناته فلا يزالون يأخذون منها حتى لا تفقى منه حسنا وقد بقي من أصحاب الظلمات الظلامات فيقول أقضوا عن عبدي فيقولون لم يبق له حسنة فيقول خذوا من سيئاته فاحملوها عليه ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وأخرج الإمام أحمد رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه قال سأل رجل سئل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك القوم ثم إن رجلا أعطاه فأعطى القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن خيرا فاستن به كان له أجره ومن أجور من تبعهم غير منتقص من أجورهم شيئا ومن أسن شرا فاستن به كان عليه وزره ومن أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئا وأخرج الإمام الترمذي وحسنة وابن مردوية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنه ما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيروا سبق المفردون قيل يا رسول الله ومن المفردون قال الذين يهترون في ذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناه آية للعالمين أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأب الشيخ والحاكم وصححة وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال بعث الله نوحا وهو ابن أربعين سنة ولبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله تعالى وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة رضي الله عنه قال كان عمر نوح عليه السلام قبل أن يبعث إلى قومه وبعد ما بعث ألفا وسبعمائة سنة وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال قال لابن عمر رضي الله عنه ما كم لبث نوح عليه السلام في قومه قلت ألف سنة إلا خمسين عاما قال فإن من كان قبلكم كانوا أطول أعمارا ثم لم يزل الناس ينقصون في الأخلاق والآجال والأحلام والأجسام إلى يومهم هذا وأخرج ابن جرير عن عون بن أبي شداد رضي الله عنه قال إن الله أرسل نوح عليه السلام إلى قومه وهو ابن خمسين وثلاثمائة سنة فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ثم عاش بعد ذلك خمسين وثلاثمائة سنة وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الدنيا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ملك الموت إلى نوح عليه السلام فقال يا أطول النبيين عمرا كيف وجدت الدنيا ولذتها قال كرجل دخل بيتا له بابان فوقف وسط الباب هنيهة ثم خرج من الباب الآخر وأخرج عبد الرزاق وعبد ابن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله فأخذهم الطوفان قال الماء الذي أرسل عليهم وأخرج ابن جرير عن الضحاك رضي الله عنه قال قال الطوفان الغرق وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه في قوله فأنجيناه أصحاب السفينة قال نوح وبنوه ونساء بنيه وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله واجعلناها آية للعالمين قال أبقاها الله تعالى آية فهي على الجودي والجودي اسم جبل قيل أنه في الموصل أو مما يليه من تلك البلاد والله أعلم قوله تعالى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيدوا إن ذلك على الله يثير قل ثيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وقال الذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه في قوله إنما تعبدون من دون الله أوثانا قال أصناما وتخلقون إفكا قال تصنعون أصناما وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن الحسن البصري رضي الله عنه في قوله تعالى وتخلقون إفكا قال تنحتون وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله وتخلقون إفكا قال تصنعون كذبا وأخرج الفريابي وابن جرير عن مجاهد مثلا وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده قال يبعثه وفي قوله فانظروا كيف بدأ الخلق قال خلق السماوات والأرض ثم الله ينشع النشأة الآخرة قال البعث بعد الموت وفي قوله فما كان جواب قومه قال قوم إبراهيم وفي قوله فأنجاه الله من النار قال قال كعب ما أحرقت النار منه إلا وثاقة وفي قوله قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا قال اتخذتوها لثوابها في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا قال صارت كل خلة في الدنيا عداوة على أهلها يوم القيامة إلا خلة المتقين وفي قوله فآمن له لوط قال فصدقه لوط وقال إني مهاجر إلى ربي قال هاجرى جميعا من كوثي وهي من سواد الكوفة إلى الشام وفي قوله وآتيناه أجره في الدنيا قال عافية وعملا صالحا وثناء حسنا فلست تلقى أحد من أهل الملل إلا يرضى إبراهيم إلا يرضى إبراهيم ويتولى وأخرج عبد بن حميد عن عاصم بن 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 نجود رضي الله عنه أنه قرى وتخلقون إفكا خفيفتين وقرى أوثانا مودة منصوبة منونة بينكم نصب وأخرج ابن أبي شيبة عن جبلة بن سحيم قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن صلاة المريض على العود قال لا آمركم أن تتخذوا من دون الله أوثانا إن استطعت أن تصلي قائما وإلا فقاعدا وإلا فمتجعا وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله النشأة الآخرة قال هي الحياة بعد الموت وهو النشور وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فآمن له لوط قال صدق إبراهيم عليهما الصلاة والسلام وأخرج ابن جرير عن الضحاك رحمه الله في قوله وقال إني مهاجر إلى ربي قال هو إبراهيم عليه السلام القائل إني مهاجر إلى ربي وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب رضي الله عنه في قوله وقال إني مهاجر إلى ربي قال إلى حرانة وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج مثلا وأخرج ابن عساكر عن قتادة في قوله إني مهاجر إلى ربي قال إلى الشام كان مهاجر قال إلى الشام كان مهاجرا وأخرج ابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيهاجر خيار أهل الأرض هجرة بعد هجرة إلى مهاجر إبراهيم عليه السلام وأخرج أبو يعلى وابن مردويا عن أنس رضي الله عنه قال أول من هاجر من المسلمين إلى الحبشة بأهله عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صحبهم الله إن عثمان لأول إن عثمان لأول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط وأخرج ابن منبه وابن عساكر عن أسماء عن أسماء بنت أبي بكر من الصديق رضي الله عنه ما قالت هاجر عثمان رضي الله عنه إلى الحبشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أول من هاجر بعد إبراهيم ولوط وأخرج ابن عساكر والطبراني والحاكم في الكناء عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان بين عثمان ورقيا وبين لوط من مهاجر وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال أول من هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان كما هاجر لوط إلى إبراهيم وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب قال هما ولدا إبراهيم وفي قوله وآتينه أجره في الدنيا قال إن الله رضى أهل الأديان بدينه فليس من أهل دين إلا وهم يتلون يتولون إبراهيم ويرضون به وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وآتيناه أجره في الدنيا قال الثناء وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما وآتيناه أجره في الدنيا قال الولد الصالح والثناء قوله تعالى ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين وَلَمَّا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُّنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجي أنه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوط سيع بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون أخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله وتقطعون السبيل قال الطريق إذا مر بهم المسافر وهو ابن السبيل وعملوا به ذلك العمل الخبير وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله وتأتون في ناديكم قال مجلسكم وأخرج الفريابي والإمام أحمد وعبد ابن حميد والترمذي وحسن وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والشاشي في مسنده والطبراني والحاكم وصححه وابن مردوية والبيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر عن أمها بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى وتأتون في ناديكم المنكر قالوا كانوا يجلسون بالطريق فيخذفون ابن السبيل ويسخرون منهم وأخرج ابن مردوية عن جابر رضي الله عنهما عن جابر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذ وهو قول الله وتأتون في ناديكم المنكر وأخرج ابن مردوية عن ابن عمر رضي الله عنه ما في قوله وتأتون في ناديكم المنكر قال الخذف فقال رجل وما لي قلت هكذا فأخذ ابن عمر كفا من حصباء فضرب به وجهه وقال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ بالمعارض بمعنى لا تصرح بالألفاظ القبيحة وآت بكلمة تؤدي المقصود ولا تخزل القائل ولا المقول له ولا المقول له وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنه ما في قوله وتأتون في ناديكم المنكر قال الخذف وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة رضي الله عنه وتأتون في ناديكم المنكر قالوا كانوا يخذفون الناس وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والخرائط في مساوئ الأخلاق عن مجاهد رضي الله عنه في قوله وتأتون في ناديكم المنكر قال كان يجامع بعضهم بعضا في المجالس وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه وتأتون في ناديكم المنكر قالوا كانوا يعملون الفاحشة في مجالسهم وأخرج البخاري في تاريخه وابن جرير وابن المنذر وابن مردوية عن عائشة رضي الله عنها في قوله وتأتون في ناديكم المنكر قال الضراط وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه سئل عن قول الله تعالى تأتون في ناديكم المنكر ماذا كان المنكر الذي كانوا يأتون قالوا كانوا يتضارطون في مجالسهم يضرط بعضهم على بعض والنادي هو المجلس وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله وتأتون في ناديكم المنكر قال الصفير ولعب الحمام والجلاهق وحل إذار القباء وأخرج عبد الرزاق وابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر عن قتادة رضي الله عنه في قوله قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها قال لا يلقى المؤمن إلا يرحم المؤمن ويحوطه حيث ما كان وفي قوله إن لم رأته كانت من الغابرين قال من الباقين في عذاب الله وفي قوله ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا قال ساء بقومه ظنا يتخوفهم على أضيافه وذاق ذرعا بضيفه مخافة عليهم وفي قوله إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء قال عذابا من السماء وفي قوله ولقد تركنا منها آية بينة قال هي الحجارة التي أمطرت عليهم أبقاها الله وأخرج وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله ولقد تركنا منها آية بينة قال عبرة وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم ولنا لقاء آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر